السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حبابة عاملين ايه? شايفين الجمال? بتنجان طحفة. طحفة بجد. بتنجان هو بتعملية غير بالفلفل الاحمر. معايا هنا انا اتوصف فيها زيد مش كتير. وفي نفس الوقت مش معلقتين. لا يعني حوالي بتاع ربع كباية كده. فتحت انا هنا البتنجان بالطريقة زي ما انتم شايفين كده هو. وهكمل نزول البتنجان كله. وحبدأ ليه. اه حس النغوز سوا. وتفتح الفتح اللي بتحتها دي بتبدأ تفتح معايا. آآ من القلية يعني. تمام? حلوة قوي يا جماعة. بيبقى طعم يعني ساعات المسلوب اللومة زي كده وساعات الماء اللي على حسب الواحد بيبقى عايز يعمل ايه يعني? هنا انا بكمل السواة طبعا وبسايبها شوية. كل ما اجي اشوف احس ان هو لسه. آآ هيبدأ يفتح معايا دلوقتي اكتر من كده هو زي ما احنا شايفين. يبقى كده خلاص استوا. هبدأ آآ سويني كده وهبدأ اطلع آآ من التواصل تمام? ما تنسونيش في مشاكرة جدا كده لكل متابعيني اللي بيدعموني دايما بشكرهم جدا. وعايزاكم دايما ظاهرين في حياتي كده وبتشجعوني اكتر واكتر. تمام خلاص انا كده بطلعوا آآ من القلية. اللي بيحبوا مسلوق دايما بس يجرب بالطريقة دي برضو ما يقولش لا مش هجربه. آآ هو مش بيشه بزيد كتير يعني عموما الزيد زي ما هو هو في قلب الطاصة. تماما انا خرقته طبعا سخن جدا مولع فهتشوفه انا مش هعرف مسكه بايدي بعد كده. ابحط انا هنا عندي التون مفرز والآ هارس الشطة اللي انا كنت عاملها. طبعا ما اقدرش نمسكها بايدي لانها حمية جدا. بس بتجي البتنجان طعم بصراحة حلوة قوي قوي. دايما الفلفل الاحمر ده بيخلي معاك البتنجان فاتح ولونه جميل. وما يسودش منك. لكن لو عملتيه فلفل اخضر بيسود البتنجانية ما بتبقاش حلوة خالص. ده ده تنسب في ساعاتها بقى للأسف دوت ما عادش سواني يعني كان يومية تاكل كله. بقى عصر انا لما انتين حلوين عصرتهم انا هنا مع الخليط ده. ما بحبش وحط بقى لجازة ولا الخضرة ولا كلام ده لأنا عايزة بتنجان على ابوه كده بنفس الخلطة دي بس كده. وهبدأ احشيه بص مش قادر امسكه بايدي فياده بفتح بالمعلقة. وبحط برضو الحباش بالمعلقة لانه حامل جدا. زي ما احنا شايفين كده. ويا دوب بس اشيل احطه في الطبقة التاي وخلاص على كده. ومع وصفات مياجي يا جماعة كل جديد وبقى الفهانة علع يعملوا. وشجعوني زي ما قلت لكم ودعموني وإلى اللقاء احبايب اشوفكم على خير ان شاء الله.